اهلا بكم ياريت قبل ما نبدأ ملاخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بيبدأ فيلمنا مع ام ويا بتلبس ابنها سلسلة بتاعت ابوه اللي على شكل زيبه وبتنصحه يبقى قوي وما يسيبش حقه مهما حصل وبعد فترة بسيطة بتمرض امه وبتموت وساعتها الطفل بيكرر يسيب القرية ويسافر للمدينة ويبدأ في طريقه كرغو العصابات وبتعرف الشاب باسم الزيب في البلد كلها وبيوافق اكبر زعيم في المكسيكين الزيب يشتغل معاه وكمان يبقى المساعد بتاعه ومع الوقت اسمه بيتشهر اكتر ما بين عصابات المافيا وبعد فترة بنشوف بنت فحفلة من الحفلات اللي كان بيعملها زعيم المافيا بيحبها الزيب وبيتجاوزها وفي يوم جوازهم بيتفاجئ ان كل المعازيم اللي موجودين في الفرح بيموتوا قدامه من السم اللي يتحط في المشروب فبيتعصب الزيب وبينهار لما بيشوف حبيبته وهي ميتة قدامه وبيتصل بعدها برجلته وبيطلب منهم يعرفوا مين القاتل اللي نفز المهمة وبيعرف بعد كده ان اللي نيين اللي شاركوا في قاتل حبيبته اسمهم جوني والضبور وموجودين في مدينة توكيو في اليابان فبيقرر يسافر بسرعة وينتي من كل اللي كان السبب في موت حبيبته وفي نفس الوقت ده كان تومي في المستشفى وحزين جدا علشان ابنه حالته حرجة وما بين الحاوى الموت لان في حد رمى من فوق سطح مبنى من المباني في توكيو وكان يتجنن ويعرف مين اللي عمل كده في ابنه وبيجي ابو تومي وهو متدايق منه علشان اللي حصل في حفيده ووقتها بتيجي لتومي رسالة من بنت بتقول له ان هي اللي رمت ابنه من فوق المبنى وهتستنى في القطر السريع وبيكون جوني وقتها موجود في توكيو في مهمة جديدة ليه ومطلوب منه ينفزها في القطر السريع وكان طول طريب يتكلم في التليفون مع ديانا الرئيسة بتاعته اللي مسؤولة عن المهمات اللي بينفزها وبنعرف انه بيشتغل القاتل معجور وبتفاهمه ديانا ان مهمته هتبقى بسيطة وانها رشحت ليه المهمة بعد ما اعتذر عنها زميله كارفر وانه عليه يدخل القطر ويسرق منه شنطة فيها فلوس ويرجع لها تاني وتبقى انتهت المهمة بس بيه فلما بيوصل جوني لمحطة القطر بيفتح خزنة فيها حاجات كتير هتساعده ومنها مسحوق المخدر بيستخدمه في معظم مهماته وبعدها بيركب الاطار في نفس الوقت اللي بيركب فيه تومي القطر هو كمان وبيروح علشان يقبل البنت اللي كلمته والمفروض ان هي اللي كانت تعطيت لابنه وقبل ما بيوصل للكرسي رقم اربعة زي ما بلغت في الرسالة بيصوى بالمسدس بتاعه عليها ولكنه بيتفاجئ ان اللي موجودها بنت صغيرة فبيعتذر لها علشان يفتكر انه وصل للكرسي غلط ولكن قبل ما بيبشي بتكهربه بالصاعق الكهربائي وبيفقد الوعي ساعتها وفي نفس الوقت ده كان موجود في القطر اتنين من القتل المحترفين كانوا معروفين باسم توأم لانهم بينفزوا كل مهمتهم مع بعض وبيكونوا ملقبين بيوسفي وليمون وكان موجود معاهم جيمس ابن اكبر زعيم مافيا في اليابان واللي كانوا بيطلقوا عليه الموت الابيض وابنعرف ان التوأم كانت مهمتهم يحرروا جيمس من العصابة اللي كانوا خطفينه وياخدوا منهم شنطة الفلوس ويرجعوا بعدها بالشنطة وجيمس للموت الابيض وتنتهي المهمة بتاعتهم موتاة وكان مطلوب منهم يتقابلوا مع الموت الابيض علشان يسلموه ابنه والشنطة في محطة كيوتو وفي وسط كلامهم مع بعض ويروح جوني له وورفة الشونة في القطر وبيلاقي الشنطة اللي بيدور عليها بكل سهولة وبيمشي في القطر علشان يوصل للباب وينزل في اول محطة وتنتهي مهمته على كده ولكن وتاب تجي مكلمة ليوسفي من المساعد بتاع الموت الابيض علشان يتأكد لو كان جيمس والشنطة معاه موتاة بيتصدم يوسفي لما بيشوف ليمون وهو بيدور على الشنطة بتاعتهم وسط الشونة ومش بيلاقيها فبيتكلموا مع بعض وهم مش مصدقين ان الشنطة تساريت منهم بالسهولة دي وساعتها بيقول يوسفي لليمون اللي بيهون عليه ان الموت الابيض مش زي اي حد وحكى ليه القصة كاملة وعرفوا ان من سنين طويلة كان في راجل اسمه واتارو وكان زعيم كل العصبات في اليابان وان فجأة وصل ليه شخص من روسيا طوله اكتر من مترين ولما وصل اليابان ادر يتغلب على كل عداء واتارو واحد وراء الثاني واسمه تعرف لكل رجالة واتارو لدرجة انه بقى قارب المستشارين بتوعه وحاوله بقية المستشارين يقنعوا واتارو ان الروسي مندفع وخطير وما ينفعش يصفي بسهولة وفعلا طلع كلامهم صح لان الروسي يتحالف مع معظم العصبات بالسر وعمل الامبراطورية بتاعته وخلص على واتارو وكل رجالته ومن ساعته وهم بيطلقوا على الروسي اسم الموت الابيض وعلشان كده بيقولوا انه هو هيقتلنا من غير اي تردد لو ما نفذناش المهمة زي ما طلب مننا بالزبط وانا يفهم ليمون الخطر اللي هما فيه ولما بيخلصوا كلامهم بيرجعوا لجيمس مرة تانية وبيتصدنوا لما بيلاقوا مقتول وبيفهموا انه مات السم وبيعرفوا ان الموت الابيض مستحيل يسيبهم في حالهم والامل الوحيد دلوقتي انهم يلاقوا شنطة الفلوس وقتا بنرجع لجوني اللي بعد ما اخد شنطة الفلوس قرر ينزل اول محطة زي ما قالت لي ديانا ولكن بيوصل ساعتها الزئب لمحطة الاطر فبيدخلوا الاتنين في عراك مع بعض ورغم ان الزئب كان عايز ينتهن منه ولكن جوني ما كانش فكره ومش كايم هو مين وليه عايز يخلص عليه ولما الزئب رمى عليه سكينة جات في شنطة الفلوس فتردت تاني في الزئب ودخلت في قلبه ومات في ساعتها وفي نفس الوقت ده بيصحى تومي من فوضان الوعي وبيلاقي ايده مربوطة وكريس كانت قاعدة قدامه وبتعرفوا ان هي اللي رمت ابنه من فوق المبنى وبتفكوا وبترد على تليفون في وقتها وبتتكلم مع شخص كان في المستشفى عندي ابنه وقالت له انها هتتصل بيه كل عشر دايق ولو في مرة ما اتصلتش بيه يخلص عليه ابن تومي ساعتها وانها تومي استسلم لها ولا هي عاوزة منه ايه فتصدم لما قالت لي انها عارة لانه بيشتغل مع الموت الابيض وبتطلب منه يخلص عليه لانه هيكون موجود في محطة كيوتو فبيفهمها تومي ان الموت الابيض بيخلص على اي خين بنفس الطريقة اللي حاول يخلص عليه بيها وما فيش حد يدر يتغلب عليه لحد النهاردة وبنرجع واتاة لجوني اللي بيتصل في ديانا وبيحكي ليها على كل اللي حصل معاه وهنا ديانا بتفكره ان هو راح من فترة للمكسيك علشان يخلص على زعيم عصابة فحفلت جواز الزئب وساعتها فتكر جوني كل حاجة وان الشخص اللي هجم عليه بقى الزئب هو واتاة بيسمع جوني يوسفي وهو بيتكلم في التليفون مع رجالة الموت الابيض وبيعرف ان الشنطة اللي سارئها تبقى بتاعتهم وساعتها بتعرف كريس بالصدفة ان يوسفي الى ياتل بيدور على شنطة فضية وبتعرف انها تابعة لجامعة الموت الابيض فبيتدور عليها وبيتلاقيها ولما جوني بيحس ان المهمة بدأت تتعاقد ويروح يتكلم على لايمونه وبيفهمه انه هيسلمهم الشنطة بتاعة الفلوس فوقتها وافئ لايمون على عرضه ولكن اجم عليه بعدها لانه كان فاكر ان جوني هو اللي خلص على جيمس بالسم بس هيقدر جوني يتغلب عليه في نهاية واعد قدامه وحط المخدر في ازازة المية بتاعته علشان لما يصحى يشرب منها ويفقد الوعي من تاني ولما بيمشي جوني بيوصل ولما بيمشي جوني بيوصل ساعتها يوزفي وبيتصدم لما بيشوف لايمون فاقد الوعي ولما بيفوى يوزفي لايمون بيقول له مواصفات جوني اللي مع الشنطة فاتفعوا ان كل واحد فيهم هيمشي من ناحية في القطار علشان يدوروا عليه وساعتها بنرجع لتومي اللي غصبا عنه بيفتع شنطة الفلوس وواتا بتحط فيها كريس متفجرات وبتديه مسدس وبيتعرفه انه لو دارب طلابية ينفجر في وشه وبعدها بترجع الشنطة مكانها علشان لما ترجع للموت الابيض ويحاول يفتحها تنفجر في وشه ويموت وتكون حقاية مهمتها ومع الوقت بيروح لليمون اللي بيوصل لكريس وتومي هو بيعرف ان معهم مش شنطة لانه لما بيسألهم على مكانها بتغلط كريس وبتقوله انها مش شفتش شنطة الفلوس مع انه اي حد بيسأله بيفتكر انها شنطة سفر ولما بيهددهم بالسلاح كريس بتمثل ان تومي خطفها فبيضربوا ليمون برصاصة بس ليمون بيعرف ان كريس هي الشريرة لما بيلاقي في شنطتها مسدس بالسريع على الارض وبيفقد الوعي علشان شرب من الازازة اللي كان فيها المقدر وساعتها بتضربه كريس برصاص في سيدرو وفي نفس الوقت ده بيروح جوني وبياخد شنطة الفلوس وبياخد ظرف من جيب الزيب وبيلاقي فيه صورة واحدة بيطلقه عليها اسم الدابور لانها بتهتل اي حد عن طريق السم وبيشوق الصور بتاعتها وبيفتكر انها القتلة اللي كانت موجودة في حفلة جواز الزيب وهي اللي قاتلت كل ضيوف الحفلة والعروسة عن طريق السم وبيتصدم لما بيشوفها قدامه وبتاجي معليه بسرعة علشان تاخد منه الشنطة وفي قسط القتال بيفهم منها انه في حد قال لها تيت الجيمس ابن الموت الابيض بمقابل انها تاخد شنطة الفلوس ولما كانتها تحينه بالسم هو يدر يحينها بيه ويخلص عليها وساعتها بروح ليوسفي اللي بيشوف ليمون ماتول وبيحزن عليه وبيشوف وقتها كريس اللي بيعرف الصدفة انها اللي خلصت على ليمون اخوه وبيقولنها يخلص عليها ولكن لما بيجي جوني ليهم بتفضل كريس تترجعي ساعدها وفعلا هو بيجر يخلص على يوسفي وبيفتكر انه بنقذ البارية ولما بيقف القطار بيركب ابو تومي معهم وبيروح لي جوني وكريس وبيقولنه انه قدر يحمي عفيده من الشخص اللي كان عاوز يقتله في المستشفى فبتدقي ساعتها كريس جدا وبتسيبهم وبتمشي هو تتكلم ابو تومي مع جوني وعرفوا انه كان من عصاب توتاره قبل ما يقتله الموت الابيض وانه جيد الوقت علشان يحقق العدلة ويخلص من الموت الابيض الجديد وبيروحوا مع بعض علشان يطمنوا على تومي وبيتفاجوا بالليمون وهو بيصحى قدامهم لانه كان لابس واقض درقصاص وساعتها بيقولهم ابو تومي ان الموت الابيض وكل العصابة بتاعته هيكونوا في انتظارهم في المحطة الجاية وبيكرروا يتفقوا مع بعض علشان يخلصوا منه وبيكون الموت الابيض ساعتها موجود في المحطة ومعه كل رجالته فاول ما بيوصل الى قطر بيركب مع رجالته ويلاء كريس مصواب عليه المسدس اللي فيه متفجرات علشان تخضعه وتخليت لنفسه لو قد منها المسدس وبنيتجي في ساعتها انها بنته وكانت بتعمل كل ده وعاوز اتخلص عليه علشان تثبت انها احسن من ابنه اللي بيهتم بيوسقى بها وكأنها مش بنته وبيخرج ساعتها جوني من القطر وبيسلم شنطة الفلوس وبياخد الموت الابيض من بنته المسدس وبيخرج علشان يشوف جوني واته بيعرفه الموت الابيض انه اللي خطت انهما كلهم يجوا النهاردة علشان يخلصوا على بعض وما يبقى الشخص اخوى منه فبيفهم جوني انه كان فاكر انه هو كاربارزيميلو اللي جوني يخذ المهمة بداله وفي اللحظة ده تأول ما رجالته فتحوا الشنطة انفجرت انفجار رهيب ودخل جوني والموت الابيض ومجموعة من رجالته للقطار وفي الوقت ده بنشوف ابو تومي بيتقول رجالة الموت الابيض وبعدها بيدخل في قتال شخص معاه ولما حاول واحد من رجالة الموت الابيض يجي معه جوني بيقرر ليمون يضحب نفسه وقفز به من القطار وساعتها بيوصل بعدها القطار لنهاية الطريق وبيدخل الغابة واتفاجئ ساعتها جوني بالموت الابيض وهو متصاب ومتبهدل وكان عاوز يخلص عليه رغم ان جوني اكد انه هو مش كاربار ولكن الموت الابيض كان عاوز يخلص عليه ولما المسدس بتاعه وبيغلص منه الرصاص بيطلع المسدس اللي خده من كريس بنته واول ما ضغط على الزناد اتفجرت الوصصة في وشه وده اللي خليموت في ساعتها وبيكون واتها جوني اتنجة من المهمة بتاعته بعجوبة